لأعمال الأديمة اللي احنا ما زلنا بتتفرج عليها يعني هتسأليني مثلاً ليه ما سبيروا زمان شغال وأعماله بتتعمل والناس بتتفرج عليها من المسلسلات الأديمة ما زالت لها جماهيرية والناس بتتفرج عليها لأن فيها قيمة ما تقدرش تموت بالزمن ولأن وانا بتتفرج عليها بستعيد مرحلة من مراحل التطور في المجتمع المصري فدي لازم الأعمال يكون لها مقاومات البقاء إيه المقاومات البقاء بالنسبة لأي عمل فني لأن يكون صادق ومعبر تعبير حقيقي عن المجتمع اللي أنتك فيه هذا العمل ومن هنا طبعاً العمل الفني يأما يشد المجتمع لتاحت بتأثيره أو يرتقي بالفوق وده المعيار بالنسبة لأي عمل فني لو رحت لما حضرتك لعمل باقي حتى الآن يحقق نسب مشاهدة لما بيتعرض وموجود على اليوتيوب شكل الناس بتشاهده كثيراً وربما بيباع ويشترى لا أعلم لكنه موجود مثلاً زي مدرسة المشاغبين في حينه مدرسة المشاغبين وجهت بالنقدة إنها كانت بتوجه المجتمع أو بتخلي الشباب أو بتثير فساد في الفصول أو في المراحل التعليمية المختلفة لكنه باقي حتى اليوم والناس بتتفرج عليه وتستمتعه لأنه أنا طبعاً مدرسة المشاغبين من الأعمال اللي أسائد جداً أنا لست مع مدرسة المشاغبين خالص ولكن القيمة الترفيهية في المدرسة المشاغبين قيمة عالية جداً والعمل الفني أهم عنصر من عناصر العمل الفني أن يكون له قدرة ترفيهية عالية فكلما زادت القدرة الترفيهية عالية وأصبح من الأعمال المبهجة اللي كل ما اتفرج عليها أضحك وكل ما اتفرج عليها أعيش حالة من البهجة الترفيهية ده مطلوب ولكن المبلغة فيه والإفراط فيه مؤذي وعشان كده فيه أعمال عاشت بقيمتها الترفيهية وليس بقيمتها الموضوعية خالص يعني بعيداً عن فكرة القيمة اللي المفروض تقدم الأخلاقية بقى فيه قيمة الترفيهية القيمة الترفيهية عالية وهي قيمة سلبية في الآخر لأنها بتخليك تسحكي أحياناً تغيبك أحياناً تغرز فيك قيمة سلبية جداً وهي قيمة العلاقة مع المدرس أحياناً تغرز فيك قيمة سلبية جداً